بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم والدنيا بخير كل واحد فينا بيندم على أخطائه ويتوب عن كل معصية عشمان في الغفران بيقرب لربنا يترجل عفو والرحمة الربانية أصل باب رحمته وعفو دايما مفتوح لعباده في أي وقت وأي فترة زمنية ولو كانت زنوبنا قد الجبال هيقبلها برحمة ومخفرة زي ما قال سبحانه في الأحاديث القدسية رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومخفرة توسعت كل شيء وده اللي هنعرفه النهاردة من الحديث القدسي مع فضيلة الشيخ الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضراتكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أهلا بك ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ورحمته واسعت كل شيء قال لنا إيه عن رحمته في الحديث القدسي اللي هنتكلم عنه النهاردة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا مغفرة تمحو كل ذنب وتسطر كل عين ويدخل نبيه في رحمته وفي عباده الصالحين ويسكن بها أعلى الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم أمين يا رب علي أفضل الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الرب تبارك وتعالى حديث يفتح باب الأمل يفتح باب الرحمة باب الرجاء زي ما حضرتك قلت ربنا قال في كتابه الكريم ورحمتي وسعت كل شيء حديث تناول عدة أبواب وأسباب للمغفرة والمغفرة دي غاية عظيمة علشان نعرف الأول الحديث ده موصلنا الفين عايزة نعرف قيمة المغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا الجايزة بتاعته غفر الله له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا الجايزة بتاعته غفر الله له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر الليلة الجليلة العظيمة اللي هي خير من ألف شهر قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه السيدة عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت ما أصرت وما أعلنت وهي أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاة فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لما يدي الدعاء ده صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه من الرجال وهو سيدنا أبو بكر ولأحب الناس إليه من النساء وهي السيدة عائشة ولما ربنا يرتب الأجر الكبير ده اللي هو المغفرة على العبادات العظيمة دي الصيام والقيام وقيام ليلة القدر يبقى احنا لازم نعرف أن المغفرة دي شيء عظيم جدا طب إيمانا واحتسابا يعني إيه؟ إيمانا يعني أنا موقن ومقر بفرضية هذه العبادة مؤمن ومقر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا وشرع لنا قيام رمضان سن لنا وشرع لنا قيام ليلة القدر ده معنى إيمانا ومعنى احتسابا إن أنا أؤد الأعمال والعبادات دي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لم استني الناس تيمدح فيها ولا حد يقول فلن كذا وفي شرياء خالص إنها تكون خالصة لوجه الله عز وجل المغفرة بقى اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عنها في هذا الحقيقة القدسي الجليل ربنا عايز يقول لنا ما تخافش من الذنب إذا تبت إذا استغفرت إذا رجعت ما تقسم الرحمة ربنا سبحانه وتعالى طبعا هو أنا أخاف من الذنب؟ أيو طبعا هو أنا الذنب ده مشكلة كبيرة؟ أيو طبعا مشكلة كبيرة كان أحد العلماء يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن أنظر إلى عظمة من عصيت فإنك عصيت الله ذا ربنا سبحانه وتعالى قال عن قوم فدمدم عليهم ربهم بإيه؟ بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه إياكم والمعصية فإن بالمعصية حل صخة الله عز وجل فالذنب مصيبة كبيرة مشكلة كبيرة إحنا محتاجين للمغفرة والمغفرة دي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى ونام بالله نعم طيب نوصل إزاي لمغفرة ربنا سبحانه وتعالى في الحديث ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا ثلاث أبواب الباب الأول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني الباب الأول الدعاء الدعاء مقترن بحسن الظن ماهو در جاء يعني أنا بادعي ومش بادعي وأنا بقول أصلنا ذنوب كبيرة أصلنا ذنوب عظيمة نعم بادعي على يقين بإنه هيقبل نعم وسيدنا النبي قال لنا كده قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لأن الله لا يجرب أنا مش هادعي وأشوف أصل ربنا يعمل لي ولا لا لا إنت بتدعي وبتدعي من يدبر الأمر من بيده ملكوت كل شيء من يقول للشيء يكون فيكون وإنت على يقين أن الله سبحانه وتعالى قادر إنه يستجيب وفي لحظة ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك ويرتب لك ما تريد إنك ما دعوتني والدعاء علشان ما نجيشنا والله إصلاحنا بندعي ولا يستجاب لنا ما أنا أخذت بأسباب الدعاء ولا لا أخذت باليقين ولا لا قلبي وأنا بدعي حاضر مع الله سبحانه وتعالى ولا لا ما أنا أحيانا الناس بتدعي وهي في غفلة وهي في انشغال والله عز وجل لا يقبل من قلب الله غافل قلبك ده مستجمعه حاضر كامل مع الله سبحانه وتعالى وإنت بتدعي تحر الحلال ما بقاش أنا بأسر في شغلي أو بأكل وبادعي ربنا وبادعي ربنا ولا واكل حد تاني ولا حتى المال العام بأخوط في المال العام وأخذ من المال العام ومش مقدر إن دي مصيبة كبيرة وده ذنب كبير لأن الناس دي كلها تيجي تطلبوا مني يوم القيامة وأقول صدي حاجات بسيطة ربنا ما بيستجيبش لي لي لا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفرة أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب أشعث يعني في حال فيها مسكنة أغبر يتذلل لله سبحانه وتعالى من طول صفري يرفع يديه للسماء يلح والله عز وجل لا يحب من العبد أن يلح في الدعاء وبيقول يا رب يا رب يا رب كل دي مقومات تخلي الدعاء يستجاب لكن ربنا لا يستجيب له سيدنا النبي قال لنا لي قال لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام فأنه يستجاب له دي مقومات لازم تتوفر في الدعاء عشان نقول إن الدعاء يستجاب يبقى أول باب من أبواب المغفرة في هذا الحديث إنك ما دعوا تاني ورجوا تاني ادعي بحسن ظني ويقيم في الله سبحانه وتعالى ربنا يقول لك غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي ربنا يا رب يتقبل مننا كلنا دعاءنا نورتين يا فضلت الشيخ وقتنا امتهى ومكملين إن شاء الله مع حضرتك والكلام عن ربنا سبحانه وتعالى والأحاديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لا تنتهي أشوفك على خير صلى الله عليه وسلم هنروح مع بعض مشاهدين على الفاصل ونكمل مع حضرتكم إن شاء الله بعد الفاصل شهر الخير والرحمة والمواد ده قرب على الانتهاء واللي قدر يعمل لنفسه صدقة تكون ثمار خير ليه دنيا وآخرة فعلا يا بخته واللي لسه بيفكر يا ريتي خلي باله لأن في لمح البصر الشهر الكريم هينتهي وهتضيع فرصة كبيرة فرصة بتقربنا أكتر من ربنا سبحانه وتعالى ومن خلالها بنعيش متطمينين كلام مهم عن خروج الصدقات هنقوله النهاردة إن شاء الله في العشرة الأواخر مع فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جماعية البر والتقوى المصرية فضيلة الشيخ سلام عليكم أهلا بحضرتكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا وإحنا بنقول خلاص شهر رمضان في الأيام الأخيرة والشهر عدة جري من غير ما الواحد يحس بي أفضل الصدقات أو أفضل أعمال إيه خلال الأيام دي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام أعظم رحمة أنزلها الله علينا في هذا الشهر أننا عشنا هذه الأيام وكنا من أهل الدنيا موجودين في الأيام ديت طيب العشرين يوم إحنا أقامنا الصلاة وصلينا وزكينا وعملنا حاجات كتير وما زال عدات شغال وتعبنا قوي من قيام الليل ومن التراويح والعشرين يوم اللي عدوا دول أو اللي خلاص دخلين على أنهم ما يعدوا الناس خلاص تعبت فربنا بيحبنا برضو فيعمل لنا رحمة ثانية قال العشر أواخر عشرة أيام الأواخر دول تتضاعف فيهم الحسنات إيه دا يعني العشرين اللي عدوا دول اللي هم قدر والأخانيين دول يوم قدر أيها اليوم قدر لأن فيهم ليلة القدر لأن فيهم ليلة القدر والعشر كلهم نتحرى فيهم تلك الليلة اللي حيكون فيها العبادة بتاعتنا مش بتساوي العشرين يوم اللي احنا في ظننا نتصدق ونزكي ونصوم ونقوم الليل هما دول بس لا دول بتساوي 84 سنة و3 شهور في ليلة واحدة فمن الذي يفوز من اللي يمسك على نفسه شوية ويجاهد أكتر علشان يشمر إيديه ويقول آه أنا لهم أنا اللي حقين من الليل وحتى هجد ويخرج من الشهر الكريم وهو متطمن وحسس أنه عامل اللي علي وهو من فضل الله شوف يا حضرتك أهل بدر 313 واحد بيحربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأننا في شهر انتصارات شهر بدر عايز أقول له حضرته 313 بطل من أبطال الإسلام كانوا واجعين من معركة بدر وهم تعبنين وهلكنين وصيمين وطلعت إشاعة أن أبو سفيان يجعلوهم مرة تانية لكن بص القرآن ينزل غضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يا خبرة بيض الحقوا ده أنتوا هترجعوا تحاربوا تاني لأن هم بيجمعوا لكم تاني لكن الأمر ده فارتدوا بقى وجات لهم الصيحة فانقلبوا بفضل ونعمة من الله عملوا إيه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لذلك أنا ما بقولش واحد يقول للواحد حسب الله ونعم الوكيل يعني أنا بدأ عليه مش دعاء عليها ده تفويض الأمر ربنا سبحانه وتعالى نعم حسبنا الله ونعم الوكيل يلا يا رب إحنا جاهزين ومشمرين يلا أنت حسبنا ونعم الوكيل حنخرج ونصدق ونعمل ونقيم الليل ونزيد في العشرة أيام إنت أكرمتنا ندخلتنا جامدان أصلا في ناس توفتها يا رب ولم تدخلها وعدتنا نغاية يوم عشرين وإن شاء الله بكهو حنبدأ ليالي القدر بإذن الله بإذن الله أنت كرمنا كرم كبير بالضعف لنا هذه الأيام يلا إحنا كمان يا رب نفس الحكاية لذلك العطاء مستمر ويزداد في العشرة الأخيرة دية من فضل الله تبارك وتعالى فأسأل الله أن يتقبل منا جميعا يا رب صيامه وقيامه ويا رب واجعلنا الليلة الليلة إن شاء الله الجمعة وفيها ساعة إجابة أن تكون الآن ساعة الإجابة فيتقبل الله منا واجعلنا من عتقائه سبحانه وتعالى في هذه الليلة آمين يا رب مبادرات جمعية البر والطقوة مبادرات كتير ويمكن مختلفة قولها لنا يا فضلتش إحنا دايما متعودين إن إحنا لما نتكلم عن ملف المياه أو نفتح الملف وقلنا الواصلات المياه أو آبار أو محطات التحليب أنواحها إن كانت محطة التحليب بالطقة الشمسية أو موجودة في الصحراء إحنا بقى جماعة البر تقوم بتعمل حاجة جميلة قوي قوي إن إحنا كنا محطات التحليب تاخد وقت إحنا عايزين نسرع أكثر في التوقيت اللي إحنا فيه لأن الناس محتاجة داخلين عصيف وشتاء والناس محتاجة المية عموما فإحنا بنعمل حاجة اسمها الأبار النموذجية الأبار النموذجية دي إن شاء الله هنشوفها ونشوف الملف بتاعها معمول إزاي قد إيه قد إيه من فضل ربنا سبحانه وتعالى لها يعني مفاجأة جديدة لأحباب البر والتقوة هنشوف إن شاء الله طب نشوف التقرير نشوف بجمعية البر والتقوة ونرجع لحضراتكم مرتين بسم الله والحمد لله بنقدم حاجة جليلة جدا من خلال بئر مياه نموذجي بشكل جديد وأكثر تطور بحيث إنه يحتوي على غرفة بمساحة أربع متر فاربع متر مخصصة بالمعدات الداخلية للحفاظ عليها من التلف أو تعرضها للفقد وده طبعا لضمان استمرار الصدقة الجارية للمتبرع ولضمان المنفع العامة للبئر النموذجي وده برضو بالإضافة إن فيه خزانات مياه تتسع لألف لتر لكل خزان تقريبا بحيث إنه يكفي ستمائة فارب يعني ما يعادل قرية كاملة وهناك أيضا وحدة معالجة مخصصة لفصل الشوائب وضبط درجة الملوحة في المياه تشارك مع جمعية البر والتقوة المصرية البئر النموذجي لضمان وصول مياه صالحة للشرب للأسر الأولى بالرعاية في كافة المحافظة وتحديدا في القرى النائية وبذكر حضرتكم بقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى ملف المياه في جمعية البر والتقوة ممكن ملف كبير جدا وفيه من أقل حاجة لأعلى وأكبر حاجة لإتاحة الفرصة لكل حد اللي يشارك ويساهم ده البقاء النموذجي اللي بيشتاك فيه عشرة وبينتهي بسرعة كبيرة قوي من فضل غبنا سبحانه وتعالى وإحنا عملناها عبارة عن محطة تحلية مصغرة الحجرة أربعة فأربعة ونفس الثلاتج ومتأفلة كويس علشان يبقى دايما فيه صيانة دايما يكون فيه أمان من فضل الله العدد هنا في المحطة التحلية المحطة بكافي ثلاث قرى لكن هنا احنا بنتكلم في قرية واحدة من فضل الله وسريعة العمل والناس تجد ثمارها من فضل غبنا سبحانه وتعالى فنقول يلا هلموا الفتوة اللي احنا جايين فيها دي إن شاء الله وبالعالمين نخلي الصدقة في الآبارة النموذجية في العشرة أيام اللي جايين دول إن شاء الله وبالعالمين عايزة أقول لحضرتك الأيام دي سريعة جدا ومهمة جدا وبلاش نخرج من شاء الله ولابد أننا نختنم الفرصة في كل لحظة بتعدي فيها لمجرد ما حنقول ولتكملوا العيد ده ولتكبروا الله على ما هداكم يبقى أنا كده دخلت في أيام العيد حتى زكاة الفطر اللي احنا بنقولها دلوقتي لا نخرجها من دلوقتي وكان ممكن نخرجها من 15 جمهدان ومن أول جمهدان من فضل الله زكاة الفطر تختلف عن الزكاة العادية زكاة الفطر هي زكاة الصحة والعافية إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وقدرنا إن احنا نصوم من غير مرض الناس التانية كانت بتدفع كل يوم أفترض فيه بتدفع تمن دوت مع الزكاة اللي هي هتدفعها لكن أنا عايزة أقول إن هرده زكاة الفطر هي زكاة عن الصحة والعافية اللي إحنا وبنا أكرمنا بيها طوال شهر ومضان حتى وإن كان نقدر نطلع زكاة الفطر في أي مصرف المصارف أو المبادرات اللي بتقوم بيها الجمعية طبعا زكاة الفطر زي الزكاة العادية إن كانت بتخلق في إطعام إن كانت بتخلق في أموال يعني وطبعا الشرع الحنيف قال إحنا نخرجها إزاي فإحنا عايزين نقول إيه عايزين نفضه بقى يعني إيه العشرة أيام دول نحاول نحن نكتر ونخرج ونخرج علشان يبقى فيه توازن بين الصداقات والإخراج وبين العبادة والقيام الليل والتهجد والحاجات دي كلها مش عايز حاجة تصرفنا عن ربنا سبحانه وتعالى نسرع بإخراج الزكاوات لو في عندنا من فضل الزكاة نخرج بسرعة أو الصداقات الكاراتين والأكل للناس اللي احنا عايزين نوصله لهم لغاية أخشى ومضان الإفطار والصحور هذا يعني بصي أنا عايزة أقول حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشو الأواخر كان نبي يوشده مأزرة يعني جهز كده كأن جندي داخل الحرب ويطوي الحصير خلاص الموضوع يلا نقفل على كل حاجة وتركيز يبقى في الحاجات ونقيم الليل بقى يلا يا أولاد أموا عشان نصال لله سيدنا أبو هرهير كان بيقسم الليل أقول لكم بقى الطريقة بقى سيدنا أبو هرهير كان يقسم الليل هو زوجتي وأبنتي ثلاثة كان ينام التلت الأول ويستيقظ التلتين في قيام الليل وحضرتك فتقوم زوجته فإيه تقوم التلتين والتنين يناموا وبعد كده تقوم البنت الصغيرة فتصلي التلت التالت وبعد ما تصلي التالت كون الأب ينام شوية والأم ينامت شوية فيقوموا الثلاثة فيقيموا الليل حتى يبقى فيه ذكر طول الوقت طول الليل في البيت والأنوار خرجة من البيت والتساع البيت هؤلاء لا يبغون عنها حوالا هم راحوا من ألف سنة وإحنا موجودين في زماننا لازم نقف قدامنا بنا يوم لأيامهم نقولوا يا رب الفطر أو الحقبة الزمنية اللي احنا عادنا فيها عملنا فيها أطعمنا وسقينا وعملنا كل الطاعات يا رب ونسألك أن ترضى عنا يا رب العالمي أمين يا رب أمين يا رب أمان ودفع من المبادرات المهمة جدا اللي بتقوم بها جماعية البر والتقوى ودي مش حاجة موسمية ولكن دي موجودة طول السنة نعم الأمان ودفع وبيشتمل على حاجة كثيرة جدا أننا أعمل أمان ودفع في غطاء في الشتاء أو أننا أقف الباب أمان ودفع أو أننا أعمل سأف طبعا إحنا نبارح مصر ما شاء الله كلها آه حاجة غريبة سبحانك يا رب رعد وبر الدنيا يعني ما شاء الله سعطين وفتحنا عليهم أبواب السماء سبحان الله فتحت أبواب السماء أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مطر خير يا رب وفتحت أبواب السماء من فضل الله فهذا وقت الإجابة وأرجو من أحبابنا أنهم يكونوا مبارح من فضل الله وفتحنا عليهم بركات من السماء من فضل الله وتخيلي الموقف ده لو إحنا ثلاثة أربع ساعة دقوة المياة اللي نزلت عندنا اللي هي بالبرق والراضب كل الحاجات دي وما فيش سقف وما فيش سقف ممكن البيوت تغرق والناس تتكهرب ويحصل مجهيك الكريه أوي أوي كلنا كنا بنجري عشان إيه بالضبط نستخبى جوة البيه عشان نستخبى حماية عايزين أمان فهنا الناس دي إحنا عايزين نوفر لهم هذا الأمان من فضل الله وبينتهي الشتاء بكل ما فيه وبيدخل الصيف بكل ما فيه برضو أنا عايز أقول لحظتك أن الخير لا ينتهي إلى يوم القيامة الإطعام لن ينتهي إلى يوم القيامة أهل الخير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتهوا إلى يوم القيامة من فضل الله تبارك وتعالى فده السقف اللي احنا بنكلم فيه وده الإطعام اللي احنا بنكلم فيه أمان ودفع يعني سقف يغطي بيوت الناس المحتاجين علشان لما نسترهم اسم الله الستير سبحانه وتعالى يشتغل معنا اسم الله الستير فمن سطر يستر من فضل الله من أطعم يطعم من فضل الله تبارك وتعالى عشان نبقى احنا ماشيين على الأرض هونا هونا فإذا دخلنا في باطن الأرض نادانا قبرنا وقال لقد كنتم أحب عباد الله على ظهري فانظروا صنيعي بكم ويحتضن القبر المتوفى حضن الأم الولدها ومن هنا ومن هذا المكان تأتي الملائكة فتفتح له أبواب الجنات فيرى الخيرات ويرى سبحان الله العطاءات من رب البريات لسه كنت بفكر وحضرتك فكرتني دلوقتي وانت بتتكلم كنت بفكر من يومين في أنه البني آدم في لحظة ممكن يكون مش موجود في الدنيا وفي ناس بتخاف من الظلمة وفي ناس بتخاف من الموت وفي ناس بتخاف من الأب كلنا أكيد بنخاف من المجهول ومن فكرة وجودنا داخل القبر إيه الشيء اللي يطمننا ملاقيتش حاجة أكتر من العمل الصالح ودي الحاجة الوحيدة اللي بناخدها معاه أتفكر أقول يعني يا الأعمال الصالحة هتخلي الظلمة دي مش موجودة وتخلي وتحول الظلمة لنور هذه الحاجة الوحيدة اللي هتنور الأب حياتنا فيها ظلمات كثير وفي مشاكل كثير والناس خيفة من ظلمات القبر وكلنا بنقبر حد ونشوف الظلمة والله إحنا بنشوفها من حياتنا لكن حياة البرزخ الحياة التانية دي اللي بيتحقق اللي هو إيه نقول الكريدت كويد اللي إحنا بنصرف به في الأخرة المختلف اللي هو حياة البرزخ اللي أنا بقول عليه يعني بحثنا عن ظلام القبر فوجدنا أن قيام الليل في ظلمة الدنيا تغنينا عن ظلام القبر وتحول ظلام القبر إلى نور بحثنا عن الوحشة وجدنا القرآن بحثنا عن أن عندنا حد أنسنا لغاية يوم القيامة فوجدنا فعل الخيرات والصدقات من فضل الله ربنا يتقبل يا رب من الكل نهرتين يا فضلت الشيء الله يبقى في حضرتك ويعزكم يا رب بشكر حضرتكو مشاهدينا ولو عشتو كان لي يا عمر أشوف حضرتكو بكرة على خير إن شاء الله سلام علي أنا لما قلت يا رب يا رب هدي 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 بادي 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 اوه بادي بادي اشتركوا في القناة